خلينا نروح لخبر تاني عن منتخب الشباب الحقيقة يمكن منتخب الشباب المصري بيرفض بطولة أو مشاركة في بطولة كرواتيا الودية بعد ما تم بالفعل اتفاق على مبارتين وديتين في الفترة المقبلة الجاز الفني لمنتخب مصر أعلن بخيارة طبعا كابتن محمود جابر أعلن عن قبول عرض المشاركة في بطولة ودية في شهر سبتمبر الجاري البطولة دي هشترك فيها عدد من المنتخبات الأوروبية وفضل عندها أنه يخوض مباريات ودية مع بعض المنتخبات الأفريقية وخصوصا طبعا أنها في نفس المدارس الكروية اللي هيقابلها في نهائيات كاس الأمم للشباب نهاردة طبعا فيه مطشط كبيرة والصدمة كانت في تعادل ليفر بول المؤلم لعشاء محمد صلاح أعتقد أنه البدايات صعبة جدا وعلى فاكهة الأمر اللي أنطبق بس على ليفر أعتقد شلسي كمان اتعادل النهاردة الكبار يعانوا بشكل عام في الدولة الإنجليزية باستثناء سيتي وجوارديولا وهالند اللي البداية كده الحقيقة بتقولوا أنه هم جايين يأخدوا أو يأكلوا الأخضر واليابس سعنده نهاردة ترجمة نانسي قنقر